على كل حال تعالى بقى نروح للمونديال تحديداً والأخبار اللي عمالها تنزل وعمالين نسمعها وتنتشر وتصريحات حاجات زي كده البعض منها بيبقى أوكي والبعض منها بيديقك شوي يعني اما أنا بصراحة خبر كريم بن زيمة اللي احنا هنقوله لحضراتكم دلوقتي وفكرة هنا إعلان الفرنسي كريم بن زيمة الاعتزال دولياً وده كان مبارح حاجة أحزنتني يعني احنا كلنا عارفين ان طبعاً تم استبعاده من المونديال لانه كان عنده إصابة وتم استبعاده من المونديال اللي فات برضو بالمناسبة بس كلنا برضو عارفين ان في مشكلة يا كريم بين دي شام طبعاً ودار بفرنسا وبين كريم بن زيمة عنده كذا مشكلة زي ما بيتقال كده هو ما سدق أصلاً ان بن زيمة حصل له إصابة علشان ما يشاركش فيه من نسخة السنة دي ده طبعاً لانه ما كانش بالمناسبة وبرده يقدر يستبعده زي النسخة اللي فاتت بعد ما حصل بن زيمة على أفضل لعب في العالم فدي كانت النقطة طيب تاريخ اللاعب مع منتخب فرنسا كمان في المونديال بشكل عام هو خاد خمس مباريات في كاس العالم خلال مشاركته في المونديال وكان أكثر من رائع يعني هذا اللاعب أنا بشوفه من اللاعبين الأكثر من رائعين فليه يبقى حاصل كده؟ ليه يبقى حاصل كده؟ ليه يبقى فيه حتى مدير فني وقلنا الكلام ده برضو إزاي ممكن العلاقة يا كريم بين مدير فني ولاعب تنهي مسيرته شوفنا ده يعني برضو مع تنهي جوة كريستيانو رونالدو طبعا ما أنهاش مسيرته لكن أثر على تاريخه أثر على مسيرته أثر على القادم كريستيانو رونالدو دلوقتي بنشوف كريم بنزيمة لا إحنا كنا بنقول أصلا وكننا نسك كلها المشجعين لمنتخب فرنسا قولك أنا زعلان من الأول وألآن أن كريم بنزيمة مش حيبقى متواجد في المونديال فما بالك كمان أن اللاعب أهو عنده 35 سنة ما هوش صغير هو كده كده بايد فولت كان لازم هو يعتزل دوليا نعتقدش الفرص قدامه كتيرا لكن برضو مش حلو اللي احنا بنشوفه ما بين بعض المديرين الفنيين واللعيبة دي شامب أنا مش معاه أبدا في قصة استبعاده أو كرهه لكريم بنزيمة أو المشكلة اللي عنده مع كريم بنزيمة لا ده لعب تقيل جدا يا كريم أنا بشوفه خسارة خسارة أن ده بجد يحصل لكن للأسف هو أعلن اعتزاله اللعب دوليا بالأمس سيبك تقول له حضراتكم خبر أحزن ناس كتيرة جدا لأن كريم بنزيمة بالفعل لعب متميز بدليل أنه هو أخذ أفضل لعب في العالم فده مش كلامه خلاص يعني بس